بالله أعوى الصلاة والسلام على رسول الله النهاردة طلاب تانية سنوي بفضل الله سبحانه وتعالى خلصوا امتحان اللغة الإنجليزية كده احنا خلصنا المواد الصعبة الحقيقة المواد الجاية هي أصعب طيب تعال نشوف رأي طلاب تانية سنوي النهاردة في امتحان اللغة الإنجليزية هو ما كانش أحسن حاجة كان في بعض الصعوبات لدرجة ان فيه طلاب بتقول ان 95% اعتبر ان 95% من الأسئلة برا المنك هو كان صعب على عدد كبير من الطلاب وكان فيه تركات كتير يعني عايز طالب يكون عارف اللغة الإنجليزية كلغة من بداية سنة أولى يعني مزبط الموضوع كويس جدا تعرف مع بعض على رأي الطلاب تابعوا معي الفيديو للنهاية سوف تعملوا لايك الفيديو لو دي أول مرة تشوفني ياريت تشترك في القناة وتفعل زجاجتها معنا كل جديد أول بأول شايفك لسا عملتش لايك الفيديو هذا من على كشكول الطلاب الحقيقة بمدرسة جمال عبد الناصر السنوية اللي هي في الدقي عبروا عن عدم رضاهم من الامتحان ما كانوش راضيين عن مستوى الامتحان لدرجة أن فيه إحدى الطالبات بتقول أن 95% من الأسئلة اللي جات في امتحان اللغة الإنجليزية النهاردة برا المنهج ويعندنا الطالبة رودينة حسن بتقولك أن معظم الأسئلة كانت غير مباشرة الموضوع كان محتاج فكر ومحتاج تأسيس أكتر منه فكر وهي الطالبة رودينة بتأكد أن الكلمات اللي كانت موجودة في امتحان اللغة الإنجليزية كانت غريبة عليها وكانت من برى المنهج يعني أول مرة تشوف الكلمات دي مفروض نحن هنا بيبع عندنا حيطة استنتاج مفروض من الطالب يستنتج ولكن الكلمات كانت كتيرة شوي بناء على كلام عدد من الطلاب الطالبة إسراء مجدي أكدت أن ورقة المفاهيم ما كانتش مفيدة خالص النهاردة في امتحان اللغة الإنجليزية على عكس الامتحانات اللي فاتت وكمان أكدت أن السؤال بتاع الكمبرهنشن أو قطعة الفهم كان صعب وفوق مستوى الطلاب وكان فيه عدد من الطلاب اللي هم بقى متأسسين كويس في اللغة الإنجليزية ومأسسين نفسهم صح بالنسبة للكلمات والترجمة وكل الكلام ده اعتبروا الامتحان النهاردة كان سهل انتوا عرفوني في التعليقات رأيكم ايه في الامتحان كان صعب ولا متوسط الصعوبة ولا فوق المستوى الله اللي جاي يعدي على خير محدش يقلق وهنتكلم موضوع 50% وان شاء الله فيه أخبار كويسة جدا الفترة القادمة تابعوني والله المستعان شوفكم في فيديو جديد